تقريباً أربع تلاف من المدنيين سقطوا في القطاع وحوالي ألف وخمس بيل منهم ألف وخمس بيل تفل وبالتالي مهم جداً جهودنا اللي بتوبزل النهاردة اللي حتوق هذا الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين لازم أسجل هنا وأقدر جداً الجهود اللي جزلت من فخامة رئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفع حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية ويدخل المساعدات إلى القطاع وهنا بأكد مهمة أوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطينيين موجودين في القطاع فخامة رئيس الوزراء محتاجين جداً أن ننصق ونتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم الكامل يكون تأثيرها مدمر على المنطقة وعلى السلام في المنطقة أيضاً محتاجين فخامة رئيس الوزراء أن نكون أحد الدروس اللي نستخلصها من الأزمة دية وإحياء عملية السلام مرة أخرى وإعطاء أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية وهنا خلينا أسجل برضو بتقدير تفاهمكم لهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من الغزة إلى سنة هذا أمر شديد للخطورة وقد ينهي القدية الفلسطينية تلاناً وده أمر نحن حرسين على ما هو ما يحصلش مرة تانية فخامة رئيس الوزراء رحبك أهلاً وسهلاً وسعيد بكل الكويد اللي نتقدم ف bruطانيا، امرأة عزمة عليه érique شكر Laura zeiling thank you very much. And the Honour to me to receive it. Thank you very much. Mr President, thank you for your kind and warm words and also for the time that we will spend together to decay at an important time like this it's right that Patrnors and friends like us can talk together about the situation أبدا أن أعطى أن أفعل محمد أكثر ما تشجعر بالحفة وكفتا لك محمد أن أعطى أن أخذنا أننا أحدثنا لقضاء سنوات لذلك ونعني بذلك أيضًا في حواليا لديك إيمانا وضعا في خطأ الإمانات وأنا نظر إلى أن نفتح بفعل مفتاح آخر مع إجبت في وضع إجابة إلى تحديث أن تحديث أمين كذلك تشجعر بالممية للتحديث في أنك حالة مفتاحة لك في تحديث قدالك شكرا جزيلا 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 جزيلا. وأشكر لك هذه الشراكة ما بيننا.